كوريا الشمالية تختبر بنجاح محرك صاروخ باليستي عابر للقارات اختبار حسب بيونج يونج يضمن قدرة البلاد على توجيه ضربة نووية إلى الولايات المتحدة وحسب زعيم كيم جونون الذي أشرف على الاختبار فبفضل هذا المحرك الجديد باتت بيونج يونج قادرة على تزويد النوع الجديد من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات برؤوس نووية أكثر قوة ويشكك عدد من الخبراء الأجانب في مصداقية ما تعلنه كوريا الشمالية من اختبارات ممثلة والتي كثرت في الأوينة الأخيرة ففي مطلع أذار مارس فرض مجلس الأمن الدولي عقوبة جديدة على بيونج يونج تشمل قيودا على التجارة البحرية وعلى صادرة المعادن